لم ينتظر العراقيون موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ليقولوا كلمتهم فاستبقوها بفعله في العراق الجديد تتعثر المصطلحات بحقيقتها وتصطدم المفاهيم بمعانيها فالانتخابات التي تمثل محطة للتغيير كما هو معروف تصطدم بواقع مفاده أن ثلاثة تجارب سابقة وأخرى لاحقة لا تعد كونها تكريس لذات الوجوه وإعادة تدوير للطبقة الحاكمة الحالية وكالعادة تضيق شوارع مدن العراق بلافتات المرشحين فتبقى فترة من الزمن شاهدة على الوعود وأصحابها المتنصلين منها لكن هذه المرة اختلفت عن سابقاتها فظاهرة تمزيق وحرق صور المرشحين للانتخابات من قبل مواطنين تتوسع كل يوم نتيجة الغضب الشعبي من السمرار ترد الوضع في البلاد مسؤول في وزارة الداخلية كشف عن طلب مفوضية الانتخابات مساعدة قوات الأمن بكبح اعتداءات المواطنين على دعايات المرشحين مبينا أن آلافا منهم سجلوا شكاوى في اليومين الماضيين تتعلق بتمزيق صورهم أو حرقها وهو ما أكده عضو مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات حازم الرديني بمطالباته الداخلية بالتحقيق في الشوارع والأزقة مع الأشخاص الذين يقومون بتمزيق وحرق صور المرشحين للانتخابات القادمة منظمة بغداد المدنية المعنية بمراقبة الانتخابات في العراق قالت إن غالبية الاعتداءات على الصور بتمزيقها أو اقتلاعها هي للملصقات الكبيرة في رد فعل ينم من جهة على يأس المواطنين من أن تحمل الانتخابات القادمة أي أمل في التغيير أما من جهة أخرى فهو يكشف إلى أي حد باتت الدعايات الكلامية واللافتات البراقة فاقدة للمصداقية أمام الشعب وإلى غضب يراه كثيرون إنه قريب من الانفجار فالعراقيون المدعوون إلى الانتخابات البرلمانية يمزقون صور من ترشح لها فكيف بمن سيحكم غداً وهم يرون إرادتهم تصادر منذ 15 عاماً